بسم الله أهلا بكم يا شباب في المحاضرة دي هنتكلم عن نطاق تطبيق الكود كود البناء السعودي في ناس بتسأل هل سيطبق على المباني الجديدة فقط لا الكود يا أخوانا سوف يطبق على المباني الجديدة رقم واحد ورقم اثنين على المباني القائمة يبقى إجابة على أول سؤال الكود سوف يطبق على المباني الجديدة فقط لا الكود سوف يطبق على المباني الجديدة والمباني القائمة طيب في المباني الجديدة في المباني الجديدة المباني الجديدة أخوانا إحنا هنشتغل على التصميم المبنى بيبدأ بالتصميم وبعدين التنفيذ وبعدين التشغيل والصيانة ولو في عندي تعديل للمبنى الجديد يبقى الكود هيطبق على جميع مراحل المباني الجديدة نحفظهم التصميم التصميم التنفيذ التشغيل الصيانة أو التعديل طيب المفروض كده احنا عارفيني الكود هل يطبق على المباني الجيدة طيب في المباني القائمة هل يطبق عليها الكود نعم الكود يطبق على المباني القائمة في حال تمام في عندي مراحل ترميم لازم اطبق الكود على الترميم او الازالة او توسعة المبنى او التعديل على المبنى القائم او تغيير الاستخدام طيب هل كل انواع المباني هي يطبق عليها الكود يكون تطبيق الكود حسب الامكانية بتقرير فني من المكاتب الهندسية يبقى الكود على المباني القائمة يطبق حسب امكانية تطبيق الكود هتقول لي فيه اماكن ما ينفعش يطبق ايوة تستسنى المباني التاريخية المصنفة اذا لم تشكل خطر يهدد احنا قلنا اهم حاجة في الكود انه هو يحافظ على الارواح والممتلكات فوالله لو القصة هنا لا تؤثر على الارواح والممتلكات يبقى المباني التاريخية المصنفة تمام تستسنى من تطبيق الكود على المباني القائمة غير كده اي مباني تانية هيطبق عليها الكود يبقى المحاضرة دي مهمة جدا هل الكود سوف يطبق على المباني القائمة نعم الكود يطبق على المباني القائمة في كل الحالات اللي هي في كل المراحل مرحلة الترميم مرحلة الازالة مرحلة التوسعة مرحلة التعديل ومرحلة تغيير الاستخدام يبقى المحاضرة دي مهمة جدا الكود سوف يطبق على المباني الجديدة والمباني القائمة طبعا في المباني الجديدة ممرأة او وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات للقيام بالمهام المتعلقة بتطبيق الكود يجب في المباني الجديدة وزارة الشؤون البلدية والقروية تمام والاستعانة بالمكاتب الاستشارية هي اللي هتطبق الكود يكون المصمم المشرف على تنفيذ البناء والمنفذ مسؤولين بالضمان عن تعويض المالك عما يحدث خلال عشر سنوات عشر سنين يعني لو فيه اخطاء وانت ما طبقتش الكود او طبقت الكود وديت الراجل ضمان المالك لازم يكون اي اخطاء خلال عشر سنين يبقى يكون المصمم المشرف عشان مش اي حد يصمم كده وخلاص ولا اي مقاول يمشي خلاص يكون المصمم المشرف تمام على تنفيذ البناء والمنفذ اللي هو المقاول مسؤولين بالتضامن عن تعويض المالك عما يحدث خلال عشر سنوات ودي مهمة جدا وده اهم مراحل تطبيق الكود تمام طيب مراحل تطبيق الكود كان في المرحلة الاولانية اخواننا تمام بدأت حتى نهاية 1440 وكانت تطبق على المباني بدأوا في الاول بالمباني الحكومية الادارية والمباني العالية اللي هي الابراج اكتر من 23 متر والمستشفيات والفناظر دي كانت في 1440 تمام في 1441 بدأت المرحلة التانية حتى نهاية زلحجة 1441 اشتغلنا على المرحلة التانية زي المباني تمام التجمعات زي المساجد مباني المساجد والمنشآت الرياضية والمباني التعليمية والمجمعات التجارية وابراج الاتصالات المباني والمنشآت الصناعية والمباني اقل من 23 كان في المرحلة الاولانية اكتر من 23 بيقتل اقل من 23 والمباني العالية الخطرة بدأت تطبق عليها الكود في 1441 المرحلة التالتة الحد زلحجة 1442 تطبق على مباني التجمعات زي صلاة الافراح السينما المسارح مراكز الرعاية الصحية الشقق المفروشة الفندقية يعني فينا سقولك الشقق المفروشة دي الفندقية لما جابنيها يطبق عليها الكود تطبق بالفعل من سنتين تمام المباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية يطبق عليها الكود المرحلة الرابعة لحد 1443 تطبق على مباني الاعمال زي المطارات البنوك محطات التلفزيون والبريد تم التطبيق خلاص تمام المرحلة الخامسة دي لحد 1444 اللي احنا فيها حاليا ده تطبق على جميع انواع البناء المصنف تمام يبقى ده مراحل تطبيق الكود يا اخوان احنا في 1444 احنا في عشرين تلاتة وعشرين تم تطبيق الكود على جميع انواع المباني طيب الكود هيتطبق هيتطبق ازاي مراحل المشاريع ازاي احنا قلنا في المباني الجديدة في مرحلة التصميم يطبق الكود مرحلة مراجعة التصميم يطبق الكود التحقق من ان التصميم مطابق للكود تمام وتأكيد من فحص وصائق البناء وفحص الرسومات اللي هي المخططات لغرض الحصول على رخصة البناء يبقى ده كله لازم يطبق في الكود طيب مرحلة رخصة البناء تمام مرحلة رخصة البناء تمنح رخصة البناء وفق قليل تنسيق مع كل اطراف ذات العلاقة زي لازم تاخد رخصة البناء يكون موفية لك عليها الدفاع المدني شركة الكهرباء والبلديات المتابعة والاشراف أثناء التنفيذ خلاص احنا خدنا المخططات وهنبدأ تنفيذ لازم الاشراف يبقى اشراف بناء على الكود طيب بعد ما يكتمل المشروع اكتمال المشروع يصدر شهات الاشغال شهات الاشغال بعدنا بيخلص المشروع برضو لازم تبقى مطابقة للكود طيب في مرحلة التشغيل والصيانة تمام برضو يطبق الكود السعودي في مراحل التشغيل والصيانة يبقى المحاضرة بتاعتنا النهاردة كانت مهمة جدا سؤال مهم جدا في المحاضرة دي هل الكود السعودي أو كود البناء السعودي يطبق على المباني القائمة ولا المباني الجديدة بس لا يطبق على المباني القائمة في حالة الترميم والإزالة والتوسعة والتعديل وتغيير استخدام المبنى ويطبق طبعا أكيد على مين يطبق على المباني الجديدة في التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل الجهات المشرفة على الموضوع ومراحل تطبيق الكود وإزاي يطبق فيه جميع المراحل دي كانت محاضرتنا النهاردة واشوفكم في محاضرات تانية خاصة بالكود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته